لكن قبل ما نخش على الصحف وعنوين الصحف العالمية دايماً بنتكلم على بعض الأخبار السريعة اللي يمكن حصلت فيه الأيام اللي فاتت لو بنتكلم على منتخب مصر يبقى عندنا المحترفين وأبرز طبعاً محترفين أكيد نجمينا العالمي محمد صلاح وكمان محمد النني وبنتكلم على صورة التقاطها محمد صلاح مع تيريز جي أثناء عودتهم إلى طبعاً للانضمام لفريقنا القومي زي ما حضراتكم عارفين محمد صلاح يعني بيقدم مستويات أكتر من رائع واللي بيتابع دوري الإنجليزي كلنا بنتابع محمد صلاح مباراة أمام شلسي مباراة رائعة جداً على جميع المستويات وأحرز هدف أكتر من رائع تيريز جي بعد عودته الحميدة بعد غياب أكتر من إبريل السنة اللي فاتت وتمن شهور في العودة تاني إلى الملاعب وتيريز جي بيعود فعلاً إلى طبعاً تشكيلة أستون فيلا من خلال نزوله في آخر ربع ساعة ولكن اتهزم أستون فيلا من برينتفورد بنتيجة 2-1 وطبعاً محمد صلاح مع تيريزي هنتابع المباراة دي عن قرب شوية اللي اتفرج عليه هنتابع أرقامها ونتابع محمد صلاح وتقلقه وكانت النتيجة بخروج طبعاً تعادل 2-2 حضراتكم عارفين بطولها مهمة جداً محمد صلاح وتيريز جي بيتصوروا منهم دور كبير جداً وأنا بتكلم على أدوار ناس على مستوى الخبرات على مستوى الفنيات مستوى عالي جداً يمكن تيريزي جي يحتاجه لسه بعض الوقت شوية لكن خبراته وشغف تيريزي جي أعتقد أنه هو إن شاء الله هيقدم بطولة كبيرة جداً جداً طبعاً في الكاميرا طيب من الأخبار التانية كمان على الصعيد الآخر بنتكلم على تيريزي جي وبنتكلم على صلاح ترجمة نانسي قنقر